الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مما بعد فنختم في هذا اللقاء ما يتعلق بموضوع إعجاز القرآن الكريم وذلك بالحديث عن الإعجاز التشريعي الإعجاز التشريعي المقصود به بيان ما اجتمل عليه القرآن الكريم من التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وهي هذه التشريعات هي الصالحة للبشر جميعا وهي التي تصلح الفرد والجماعة وتقود الأمة ويصلح بها الواقع وتستقيم حياة الناس بهذه التشريعات لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلا يمكن أن يصلح للناس حتى تستقيم أمورهم ويعيشوا في هذه الدنيا بسعادة وهنى إلا أن يمتثلوا لما شرعه الله عز وجل في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فالمقصود بالإعجاز التشريعي أيها الإخوة هو أن ما تضمنه القرآن من تشريعات عظيمة لا يمكن للبشر أن يأتوا بها أيًا كانوا هذه قضية مهمة ينبغي أن نعتني بها خاصة في هذه الأزمان التي مع الأسف الشديد ظلت فيه الأمم وانحرفت وأتت بتشريعات وبقوانين يريدون من خلالها أن يحكموا الناس وأن يصلحوا شؤونهم فما تزيدهم هذه التشريعات إلا بعداً ونفوراً وطغياناً لأن البشر عقولهم قاصرة ونظرتهم محدودة وتغلب عليهم الأهواء والشهوات فلا يمكن أن يأتوا بشيء يصلحوا لتنظيم حياة الناس فهذه قضية مسلمة لا يمكن أن يأتي بالشرع الصالح لجميع الناس إلا الخالق سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فتكلم المؤلف رحمه الله في الإعجاز التشريعي عما شرعه الله عز وجل في القرآن وأن القرآن بدأ بتربية الفرد طبعاً الناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم بالطبع يحبون الاجتماع فهو الإنسان مدني بطبعه ويعيش مع الناس فلابد من قضايا وتشريعات تحكم الناس وتضبط علاقاتهم مع بعض فيقول المؤلف وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ ألواناً مختلفة من المذاهب والنظريات والنظم والتشريعات التي تستهدف سعادة الفرد في مجتمع فاضل ولكن واحداً منها لم يبلغ من الروعة والإجراء المبلغ القرآن في إعجازه وتشريعه بل لا تكاد تجد تشريعاً من التشريعات ولا نظماً من الأنظمة إلا وفيها من الخلل والأخطاء ما يجعل حتى الذين يتحاكمون إليها يعترفون بذلك ويسعون إلى تغييره أما القرآن فلا لا يتجد فيه تناقض لأنه شرع من خلق الإنسان ولا يعلم ما يصلح الإنسان إلا خالقه سبحانه وتعالى فذكر المؤلف بقضية التشريع أن القرآن بدأ بالفرد فأصلح لأنه لبن الأولى في المجتمع فأصلح عقيدته أولاً ثم هذب أخلاقه فأصلح عقيدته عن طريق تقرير عقيدة التوحيد التي لا تستقيم حياة الإنسان إلا بها لأن التوحيد يخلصه من سلطان الخرافة والوهم ويفك أسره من عبودية الأهواء والشهوات حتى يكون عبداً خالصاً لله سبحانه وتعالى يتجرد للإله الخالق المعبود وهذه هي القضية الكبرى في الحياة ومن خالفها فقد وقع في الظلم وظهر الفساد بسبب مخالفتها فهناك آيات كثيرة وهي أكثر ما اجتمل عليها القرآن تقرير عقيدة التوحيد التي تضبط حياة الفرد ثم بعد ذلك حياة المجتمع وذكر المؤلف آيات كثيرة تتعلق بتقرير العقيدة الصحيحة التي لا بد للفرد أن يكون عليها ثم ذكر بأنه إذا صحت عقيدة المسلم كان عليها يأخذ بشرائع القرآن في الفرائض والعبادات وكل عبادة مفروضة يراد بها صلاح الفرد ولكنها مع ذلك ذات علاقة بصلاح الجماعة فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والجماعة واجبة على الرأي الراجح لا لعذر وهي شرط في الجمعة والعيدين وذلك لما فيها من المصالح لأنها تؤلف بين الناس وتجمع بينهم وتشعرهم بوحدة أهدافهم وتؤلف بينهم واجتماعهم كل يعرف أخاه ويتفقده إلى غير ذلك من المعاني العظيمة في الصلاة التي لا يتسع المجال لذكرها فتشعر الصلاة بنفسه لو تأملناه نوجدنا فيه عجبا كيف أن بهذه الصلاة يصرح حال الفرد والجماعة وأنها توحد المسلمين حيث يتجهون إلى قبلة واحدة ويجتمعون بهيئة واحدة تعلمهم النظام تعلمهم ضبط الوقت تعلمهم الارتباط بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال وحسب المسلم في تربيته أن يقف بين يدي الله خمس مرات في اليوم الواحد تمتزج حياته بشرع الله ويتمثل الوازع الأعلى نصب عينيه ما بين كل صلاة وصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم ذكر الزكاة وأنها تقتلع من النفس جذور الشح وعبادة المال والحرص على الدنيا وهي مصلحة للجماعة فتقيم دعائم التعاون بين المجذودين والمحرومين يعني أهل الغناء والحرمان وتشعر النفس بتكامل الجماعة شعورا يخرجها من ضيق الأثرة والإنفراد ثم الحج وأثره في ترويض النفس على المشقة وأنها تفتح البصيرة لمعرفة أسرال الله في خلقه وأنه مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون على صعيد واحد فيتعارفون ويتشاورون ولا شك أن فيه منافع ليشهدوا منافع لهم ثم تكلم عن الصيام وأثره في ضبط النفس وأنه يرب النفس على الاعتلاء عن الشهوات والبعد عن الأشياء التي تعود عليها ثم هو بعد ذلك مظهر من مظاهر التدريب المسلم على تقوى الله والشعور بحاجة إخوانه إلى غير ذلك من الفوائد للصيام وكل شرائع الإسلام فيها فوائد كثيرة ثم قال والقيام بهذه العبادات المفروضة يربي المسلم على الشعور بالتبعية الفردية التي يعني اتبع أنه مسؤول التي يقررها القرآن وينوط بها كل تكليف من تكاليف الدين وكل فضيلة من فضائل الأخلاق كل نفس بما كسبت رهينة كل مرئ بما كسب رهين لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم حظ القرآن على الفضائل المثلى التي تروض النفس على الوازع الديني كالصبر والصدق والعدل والإحسان والحلم والعفو والتواضع الأخلاق التي جاء بها القرآن وهي من أعظم ما يدل على عظمة هذا الكتاب يعني أنه صالح لجميع البشر ولا يضبط حياتهم ويجعلهم يعيشون بهناء وسعادة إلا التخلق بما ورد في القرآن من أخلاق ولذلك كلما عرف الإنسان ما جاء في القرآن وتخلق به كان يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن ولو تأمنا ما في القرآن من قضايا تتعلق بالأخلاق لو وجدنا عجبا فمثلا في سورة نور مثلا في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني ذكر الله صفات عباد الرحمن كيف أنه بدأ بهذه الأمور المتعلقة بالأخلاق وهيئة الإنسان وكيفية التعامل مع الناس وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة لأن هذه القضايا أيها الإخوة الكرام هي المظهر الجمالي للإسلام فكلما تمسكنا بالأخلاق أعطينا هذا الإسلام منظرا رائعا وصورة مشرقة تجعل الآخرين يقبلون عليه ويحرصون على السؤال عن حتى يدخلوا فيه أما إذا كانت الأخلاق سيئة فإن هذا ينفر الناس ولذلك جاءت الأخلاق في القرآن بشكل كبير وأولاها اهتماما يليق بأهميتها ثم تكلم المؤلف رحمه الله في باب التشريع في القرآن أن القرآن ينتقل من تربية الفرد إلى بناء الأسرة لأنها نواة المجتمع فشرع القرآن الزواج استجابة لغريزة الجنس وإبقاء على النوع الإنساني وأن هذا الزواج يقوم على رابطة المودة والمحبة والسكن والآيات في ذلك معروفة وعشرون بالمعروف ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وكيف أن هذه الأسرة تقوم على قيادة الرجل وخضوع المرأة لهذا القائد حتى تستقيم الأمور ثم يأتي نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم وقد قرر القرآن قواعد الحكومة الإسلامية في أصلح أوضاعها قرر مبدأ الشورى وهي أهم قضايا الحكم وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر إنما المؤمنون إخوة ثم هذه الحكومة تقوم على العدل المطلق الذي لا يتأثر بحب الذات أو عاطفة القرابة أو العوامل الاجتماعية في الغنى والفقر أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا كما لا تؤثر في هذا العدل شهوة الانتقام من الأعداء المبوضين حتى الأعداء لابد أن نعدل منهم معهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى حتى مع الأعداء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أي أن كانوا الناس أن تحكموا بالعدل ثم قال والتشريع في الحكومة الإسلامية ليس متروكا للناس فقد قرره القرآن والخروج عنه كفر وظلم وفسق ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وهذا ما يشهد له الواقع فلما ابتعد الناس عن حكم الله وتحكيم شرع الله والحكم بما أنزل الله ظلوا وتخبطوا وبقعوا في المصائب والمحن والفرقة والشتات وظهر الفساد في البر والبحر فلا تستخيم حياة الناس إلا بتحكيم شرع الله حتى دول الكافرة وإن ظهر لنا أن عندها من التقدم في المجال الدنيوي فإنها تعيش في العقيدة والأخلاق تخبطا عجيما عجيبا فهم كالبهائم بل هم أضل كيف يعيشون في الأخلاق بل البهائم تتنزعا كثير من أفعالهم فقد بلغوا إلى مستوى متدنم في الأخلاق والقضايا المادية والوقوع في الظلم والعدوان يعني إلى حد لا يمكن أن يتصوره الإنسان المسلم الذي يعرف شرع الله سبحانه وتعالى ولكن هذا شأن من ترك حكم الله وتحاكم إلى أحكام البشر الجاهلين الذين يعني لا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ولا يحكمون بما من شأنه أن يكون له أثر على حياة الناس واستقرارهم في الحياة الدنيا ثم في الآخرة وهذا ميزة الحكم بما أنزل الله أنه ينظر إلى الدنيا والآخرة بينما الحكم الدنيوي ينظر فقط إلى الدنيا على كل حال الكلام في هذا يطول وقد تكلم المؤلف عن هذه القضايا وقرر القرآن صيانة الكليات الخمسة الضرورية للحياة الإنسانية النفس والدين والعرض والمال والعقل هذه الضرورات الخمسة التي جاءت الأديان لحفظها الدين أهمها ثم نفسه والعرض والمال والعقل ورتب عليها العقوبات المنصوصة على التعدي عليها التي تعرف في الفقه الإسلامي بالجنايات والحدود ولكم في القصاص حياته يا أولي الألباب من ترك دينه من بدل دينه فاقتلوه النفس من قتل نفسا فإنه يقتل بها أن النفس بالنفس والعرض من تعد على العرض فإنه يعاقب إما بالرجم أو بالجلد ومن أخذ المال بالسرقة أو ما شابه ذلك فإن يده تقطع أو يعاقب وكذلك من تعد على العقل فإنه يعاقب إلى غير ذلك حتى الإنسان نفسه لا يجوز لأن يتعد على عقله بما يذهبه من المسكرات أو المخدرات قرر القرآن العلاقات الدولية في الحرب والسلم بين المسلمين وجيرانهم أو معاهديهم وهي أرفع معاملة عرفت في عصور الحضارة الإنسانية وخلاصة القول كما قال المؤلف أن القرآن دستور تشريعي كامل يقيم الحياة الإنسانية على أفضل صورة وأرقى مثال وسيظل إعجازه التشريعي قليلا لإعجازه العلمي وإعجازه اللغوي إلى الأبد ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث في العالم أثرا غير وجه التاريخ هذا ما يتعلق بهذا النوع من أنواع الإعجاز وبه نختم الحديث عن موضوع إعجاز القرآن أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم ونلتقي في لقاء قادم إن شاء الله تعالى